اهلا ومرحبا بكم متابعنا الكرام في حلقة اليوم او في تقنية اليوم سنحاول ان نصنع او نتعلم تقنية صنع مصباح الودي فلمعرفة المزيد تابعوا هذه الحلقة شكرا على المشاهدة اخواني الكرام لابد ان اعرفكم في الاول بالمواد التي نستخدمها لهذا الغرض اي صنع مصباح الودي هناك اربع ديودات كما تشاهدون هدفها تحويل الطيار المتناوب الى طيار مستمر ولفهم تقنية تحويل طيار المتناوب الى طيار مستمر ساترك لكم رابط الحلقة السابقة التي قمنا سابقا بنشرها وتتحدث عن الموضوع اي تحويل طيار المتناوب الى طيار مستمر لفهم الموضوع بشكل اكبر هناك كذلك آآ ثلاث مقاومات وآآ مكتفين الاول باربعمائة فولت وستمائة واربعمائة جول والتاني في السعة اثنان فاصل اثنان كروفرد وكذلك اربعمائة فولت. اما آآ عندما خارج آآ الضارة سنربطها مع مجموعة من آآ مصابيح الود تكون مجموعة على التوالي او مركب على التوالي. اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة